أطلقت اليوم في وزارة الصناعة والتجارة مبادرة وطنية باسم اتلاف تجارة لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وسيركز الاتلاف الذي يضم 36 عضوا ممثلين عن الحكومة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن ومنظمات القطاعين العام والخاص على زيادة تنوع الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى الأردن إضافة إلى استغلال اتفاقية الخدمات الموقعة ما بين البلدين وأكد القائمون على هذا التحالف أن السوق الأمريكي يشكل مركزاً رئيسياً للأردن في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة وأن زيادة حجم التجارة بين البلدين سجلت نمواً بنسبة 40% خلال الثلث الأول من العام الحالي بحسب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في المملكة نتطلع من هذا الاتحالف أن يكون هناك زيادة وتنوع في الصادرات الأردنية وعلى أرض الواقع بأول خطة تم اتفاق عليها سيكون هناك زيارة لوفد من 50 شركة أردنية لأربع ولاد أمريكية في نهاية هذا الشهر نتأمل إن شاء الله أن تكون هناك نتائج طيبة بما يعكس المنفعة للقطاع الخاص في كل البلد نحن نروج لجعل الأردن مركز أو منصة تنطلق منه شراكات أردنية أمريكية بهدف إعادة إعمار المنطقة وهذا سيخرجنا إن شاء الله من حالة صعبة إلى حالة أفضل بكثير التي نستحقها نحن في الأردن بشكل خاص شكرا